وزيكم عاملين ايه في احلاصة مع ابونا بصوا بقى انا جايبا لكم النهاردة حاجة بترجع الشعر تاني اللي شعر اللي بغض اللي تحرق من استفغى او من كتر عميل في الكوافير او في البيت بالبيبي ليس وبالسشوار فده او الشعر اللي اصطف يعني بصوا اللي شعرها بايز من الاخر وعايز عليك سريع وبلاش تعمل يعني عشان خايفة يعني انا واحدة من الناس كنت خايفة ان انا عامل كرياتين او بروتين في الكوافير لاني شفت اصحابي عملو بوض شعرهم اكتر ده شعرها بقى بيتقتم من القصة كده عارفين من قدام بقت بتتقتم بتتقتم الشعرية وبتطلع يعني تقريبا يعني كانوا مش هيخلوا عندها شعر من من قدام تقريبا زودت جرعة الكرياتين ولا تركيز وانا مش فاهمة يعني الا حصل في شعرها بس الناس كتيرا من اصحابي كانت تجربتهم سيئة مع الكرياتين والبراتين في الكوافير فانا جبت ده الاختراع ده ده فعلا حلو ده اسمه قولا بليكس ده هو عبارة عن يعني حاجة زي كرياتين او بروتين انا مش عارفة هو عبارة عن ايه بالزبط بس هو من نفس الفصيلة دي كده ومنقدر نعمله في البيت لمن غير بقى سشوار ولا مكوى سهل خالص خالص هقرلكم مكتوب علي مكتوب عليه هو اسمه قولا بليكس اه نمبر سيري انا جايبا من على الامازون من الانترنت دي الازازة اللي هي امتين وخمسين ميلي في الازازة الصغيرة آآ ممكن برضو تجيبوها وتجربوها وبيفرد على الشعر خالص وهو عليه ان هو بيصلح وبيقوي كل انواع الشعر آآ يعني هو كده لكل انواع الشعر بيتحط بقى ازاي كامل مرة واحدة في الاسبوع لو الشعر بقى يعني بايز جدا مكتوب دامج هير للدامج هير من اه تو لثري آآ لثري تايمز بير اه بير ويك وهو آآ بيتحطه مكتوب حطيه وانا مكتوبه هو على شعر يكون مبلول منادي يعني زي ما بنقول كده بالمصري منادي من فوطة يعني كان منادي مش لازم الشعر يكون نظيف لأ يا مونة مش لازم الشعر يكون نظيف بس ما يكونش عليه واخد زيوت وحاجات آآ فتمنع ان هو يمتص الشعر يمتصه يعني وبيقول لك حط بقى كده يعني حط كمية حلوة كده بس مش كتير على فكرة انه بيفرد على الشعر آآ وبنحط على شعرنا وبتستني شوية حوالي مسلا آآ مكتوب على الازاز عشر دقايق وبيقول لك لو ممكن انا بستنى ساعة يعني انا حطيته ساعة آآ بس مش اكتر من كده عشان ما ناخدش نتيجة لانه عكسية لانه هو يعني من انواع البروتين او الكرياتين انا حطيته ساعة على شعري آآ وبعد كده بنخسله بقى بنخسله بالشامبو لازم يتغسل بالشامبو عادي ونحطش الكنديشنر بتاعنا او البلسم بتاعنا او حمام الكريم بتاعنا بس هو لازم بيتغسل بعد كده الشعر بالشامبو عادي بس عايز اقول لكم انه هو تحفى 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 جدا 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 والكل انواع الشعر آآ اللي انا لاحظت انه فعلا زي زي ما انا قلته من فاصيلة الكرياتين او البروتين لقيت شعري بيفرد الشعر تحس كأنه مفروض آآ يعني بيفرد الشعر نفس حركة الكرياتين والبروتين وبيهدي الهياشان اللي في الشعر يعني لو الشعر فرزي وانا كان شعري حصل له هياشان يعني انا لو قلتلكم الموقف اللي حصل لي في الكوافير انتم مش ممكن ما تصدقوش بس دي حقيقة حصلت انا كنت راح اعمل آآ جولد في شعري آآ وبعدين آآ راحت هي ال الست بدل ما تاخد الهايلايت الجولد اخدت الهايلايت اللي بيعمل الفضي الابيض الفضي تخيله شعري باز ولما بعد اكتشفنا ان هي اكتشفت ده بعد لما حطته بعد اما عملت فلاقيت شعري بيض ابيض فانا قلتلها ايه ده فيعني اعتذرت لي بقى وعوادوني بعد كده وبس كانت صدمة بشعة يعني شفتوا بقى سوق الحظ لما بيبقى حتى بيجي بكل حاجة يعني سبحان الله بس الحمد لله يعني عدنا اشترينا البتاع ده آآ اختي قالتلي عليه لانها كانت مجربة لأ فعلا عليك لشعري بعد اللي حصل في موضوع السابقة ده فده زيه بس في البيت بتعمل في البيت وملوش اضرار على الشعر حلو جدا 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 وهو معروف حتى عليه ريفيوهات كتيرة جدا جدا على اليوتيوب كمان آآ وبعدين بعد كده بقى حمامات زيت بقعة على طول عشان الشعر يرجع وانا كنت عاملالكم في القناة وصفات كتيرة للشعر برضو هي دي الواحد برضو ميلفي يلف يعني يشتري حاجاته في الاخير يرجع لها انا بعد كده هكمل لشعري بالحاجات الطبيعية لا هو ده تمنوا الازازة السويرة ستة وعشرين يورو والازازة الكبيرة اللي هي اللي انا جايبها دي دي كان تمنها تسعة وخمسين يورو متين وخمسين ملي هيا اشوفكم بقى الفيديو الجاية على خير فأحلى وصفة معمونة وان شاء الله انتظروني في وصفات جيدا ما استعلم